أمرا في حاجة الشغف اللي حضرتك بتحكي بيه والطاقة اللي عندك وانت بتتكلم وعينيك بتلمع وانت عملت تتكلم عن المصرح وانت دلوقتي بتعمل ايه انا دلوقتي بعمل ايه انا قاعد دلوقتي كل يوم ارجع كده بالشريط بتاعي بالليل اه كده فتكر انا عملت ايه فاقول انا بني ادم مجنون انا بني ادم مش طبيعي انت خدمت بلدك انا خدمت بلدي لا سانية واحدة بقى مش خدمت بلدي ان انا كنت بقى المصرح بس لا تأليف وانتاج لا لا انا خدمت بلدي في عز ما كان فيه ارهاب لما كانوا بيرهابوا وبيحرقوا انا مصرح اتحرق اللي كنت باعرض عليه اتحرق كله انا كنت وكان بيجينا جوابات تهديد انا كنت باعرض مصرحات مع الله رحمه محمد نجمه اصله خمسة وكنت باعرضها في اسكندرية وبعاكية طلبونا نعرض في سهاج والفيوم فالمهم روحنا الاول الفيوم فكان اللي واخدين الحفلة اللي هي المحافظة يعني ايه ايه كانوا بيعرضوا في حديقة كده جوا نادي وصوان فيه تلت تلاف متفرج ما شاء الله تلت تلاف متفرج في صوان وكانت مصرحية معايا فيها محمد نجمه وحي السيف ومجدي وهبة ومش فاكر مين البطلة المهم انا قاعد برا المصرح والمصرحية ابتدت وقاعد مع القيادات الامنية وقال لي انا ايه عيال كده جاي بترمي حاجات فانا افتكرت بيرموا طوب بتقولوا لا ايدي بترمي طوب فالراجل بص كده قلت لك ده ملوتوف طلع ملوتوف وطلع مجموعة كبيرة جدا كله بيرمي على الصوار يعني فعز الارهاب حضرتك وقفت بالفن المصري تواجه الارهاب ده اه والحقيقة الشرطة كانوا معظمهم راكبين خيل هم هناك كده يعني ايه وفضوا يجروا ورا العيال دي بالعربيات ايه 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 العمود بتاع السوان اه خلت حرق تنفجر ما ليه تقع على القماش الحمد لله منهم واحدة بس وقعت ورا السوان دي عملت انفجار واحد الزباط اصيب جاء صباح وكان علي حاجة من الاتنين يعني يلغوا العرض اه انا اتحمل مسئولية ان نكمل الليلة شوية طب سيبوني انا مع المواصلين دخلت في الاستراحة يعني ودخلت مع محمد نجم وقتولي يا محمد هتكمل ولا ايه الوضع كذا قال لي ايه ده ايه ده ايه ازاي ده انا شاف فيه ناس قاعدة تسحف فوق السوان طوله دول العساكل بيلموا الزاز الملطوف ايه ايه فاجأ هنعمل ايه ارتبك جدا فجابنا وحيد سيف وجبنا مجدي وهبة وشعفية وقلنا لا احنا ما نهربش احنا نكمل لو هربنا يبقى هما نيقر هما هوا ده عشاء خلاص طب هنعمل ايه قلنا نختصر الفصل التاني جبنا المساعدين بتوع الاخراج اختصرنا الفصل التاني ومعك مختلفين اكابر برضو مسرح يقدروا طب لا انا كمان انا مؤلف ايو 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 ويطالف مجدي البياري بس تحت رعايت طبع فاختصرنا الفصل التاني وعرضنا المسرحية عشان ما ينفعش يتقالن خوفنا مش عايزين نشتغل لا كم منها ولما رحت اشتغلت بمسرحية القشاش نفس الحكاية مصرح اتحرق الساعة 2 والدور بعد جوابات تهديد كتير ومع ذلك استمرت وعادت انتاج المسرحية وروحت عرضتها تاني في اسكندرية وروحت عرضتها سنة كاملة في مصرح الرحاني عادت بيها تلس سنين فاحنا تعرضنا الحاجات دي كتير